موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام تنطلق بعد غد الخميس فعاليات مؤتمر رواد بيت المقدس بنسخته الثانية عشر والتي يعقده المؤتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين أيام الخميس والجمعة والسبت في مدينة إسطنبول تحت عنوان رواد القدس يحملون سيفها وسيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رموز الأمة يمثلون أكثر من ثلاثين دولة واعتبا حثونا خلال أيام المؤتمر آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعلى رأسها أدوار المؤسسات العاملة لفلسطين ورواد دعم صمود الشعب الفلسطيني للحديث أكثر عن مؤتمر رواد بيت المقدس دعونا نرحب بضيفنا المدير العام للإتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين الأستاذ زياد نوخ لا أهلا منك أستاذ زياد أهلا وسهلا فقط صحيح بسيط أنا نائب الأمين العام للإتلاف وليس المدير نائب الأمين العام ولكنك أستاذ زياد نتحدث عن المؤتمر وتفصلنا أيام عن بداية فعالياته ما الجديد الذي يحمله هذا المؤتمر بنسخته الثاني عشر الجديد الذي يحمله مؤتمرنا هو أنه يأتي بعد عقد على تأسيس هذا الإتلاف الإتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين عقد راكم فيه الإتلاف خبرة وتجربة من خلال جمعه وحجده لخبرة سواسعة من رواد ورائدات العمل لفلسطين بعد أن بدأ إتلافا وحيدا اليوم الإتلاف أسسها يعني كثير من الإتلافات التخصصية التي تعمل في تخصصاتها مثل الثباب والطلاب والكشتاف والبرلمانيين والنقابيين فضلا عن تستيقية لمقاومة صهينية والطبية وفضلا كذلك عن مؤسسات أخرى يعني مثل رواد العالم الإسلامي وأكاديميين للمعارف المقصصية هذا أولا ثانيا يأتي بعد جائحة كورونا التي انقطعت بمقتضر فرصة أن نلتقي هؤلاء الرواد على صعيد واحد ونجمعهم من أجل أن نحتدى الأعمال خدمة للقضية الفلسطينية فاليوم هذا الانقطاع بعد سنتين تتجدد فيه اللقية بين مجموعة من رواد ورائدات العمل للقضية الفلسطينية وبالتالي هو دفع جديد من أجل خدمة القضية الفلسطينية الإضافة فيه كذلك أن حجم المشاريع التي ستطرح في هذا المؤتمر نحن إلى حد الآن قائمة المشاريع التي ستخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية في هذا المؤتمر ذلك 25 مشروع موزعة بين مشاريع تخدم المرأة والأسرة والطفل الفلسطيني مشاريع تخدم القدس ورباط أهل القدس مشاريع أخرى تخدم الطلاب الفلسطينيين ومشاريع أخرى كثيرة تخصصية في مجالات مختلفة طب من أين جاءت فكرة هذا العنوان لهذا المؤتمر بالنسخة الحالية رواد القدس يحملون سيفها نعم من أين جاءت هذه فكرة العنوان وحي العنوان من المعركة الأخيرة من المعركة التي سطرت فيها المقامة الفلسطينية وعبدت فيها طريقة تحرير معركة سيف القدس نحن أعتبرنا أن هذه المعركة اليوم معركة فاصلة في تحريض بيت المقدس وفلسطين ونعتبر أن هذه المعركة كانت نقطة فاصلة في الصراع مع الكيان السهيوني واليوم المسئولية المترتبة عن الأمة وروادة هو أن يحملون سيف القدس بمعنى أنهم يحملون أدوارهم المطلوبة منهم من أجل استكمال عملية التحريض الفلسطينيين قاموا بكل ما يمكن أن يفعل في هذا الصراع ضد الكيان السهيوني وقدموا الشهداء وبذلوا الدماء والغالي والنفيس من أجل هذا القضية اليوم الدورة للأمة خاصة أنه بزغ أمل كبير بنجاح المقاومة الفلسطينية في أعادة التوازن في الصراع مع الكيان السهيوني نحن نريد أن نحشد هذه الهمم وهذه الطاقات وهذه الخبرات من أجل أن نؤسسها لمعركة التحرير وطريقة التحرير لأن هذا هو الطريق اليوم الذي يمكن من خلاله وكذلك أن نعالج كل قضيان الموجودة في المنطقة لا أمنة ولا سلامة مثل ما يرادوا في المنطقة بدون إعادة طرد هذا الاحتلال وبالتالي نحن نريد أن نذهب في هذا الاتجاه وأن نحشد كل أحرار العالم وأبناء الأمة في هذا الطريق طيب أستاذ زياد على الأرض الواقع مخرجات المؤتمر ماذا ستقدم للمقدسيين؟ هل هناك مشاريع أو برامج خدمية ممكن أن توفر للمقدسيين في الفترة المقبلة؟ نعم طبعا أنا ذكرت لك أنه تقريبا في هذا المؤتمر سيعرض ما يزيد عن 25 مشروع رائد في خدمة القضية الفلسطينية وفي خدمة القدس يتوزع على أكثر من مجال فيها ما هو خدمة مباشرة للمرابطين وللبيت المقدس فيها ما هو يعني إغاتي فيما هو خيري فيما هو يعني رعاية لأسر الشهداء سواء في القدس أو في باقي الأرض الفلسطينية المحتلة في غزة وفي غيرها وبالتالي نعم هناك كوكبة مهمة جدا من المشاريع التي ستقدمها كذلك مؤسسات مختلفة فيها مؤسسات يعني موريطانية مؤسسات جزائرية مؤسسات تلسية مؤسسات من شرق آسيا يعني مؤسسات إفريقية وبالتالي اليوم جهود الأمة كلها تتظافر من كل البلدان من أجل أن تقدم مشاريع يكون عائدها مباشر في تعزيز صمود أهلنا في الخدس وفي فلسطين المحتلة طيب كيف يوفر هذا المؤتمر للمقدسيين فرصة للوصول إلى هذه الجهات التي بإمكانها تقديم الدعم للمقدسيين تعرف أن هذه المنصة تجمع الفلسطينيين ونظراهم من الأمة في مختلف المجالات وبالتالي هو أكبر منصة على الإطلاق يتم فيها التحاور والتشاور والصلاق وتبادل الخبرات بين أهل القدس وأهل فلسطين بشكل عام وباقي أبناء الأمة وبالتالي نحن نوفر هذه المنصة ومن خلال هذا المؤتمر تحصل الكثير من الاجتماعات الجانبية التي بمقتضاها يتم التوافق على جملة من المشاريع المشتركة والتي يقدم كما قلتها المؤسسات المشاركة معنا في شكل هيئات أو منظمات أو شخصيات ما يمكن أن يقدمونه خدمة لأهل القدس وأهل فلسطين طيب حول الفعليات المرتقبة خلال المؤتمر هل لك تحدثنا أكثر عن هذه الفعليات؟ المؤتمر من ثلاثة أيام ينطلق يوم الخميس صباحا وينتهي بنهاية يوم السبت إن شاء الله لدينا حفل افتتاحي وشارك فيه كوكبة من النخبة فلسطينية سيكون على أسها رئيس حركة حماس أستاذ إسماعيل هنية وكذلك أستاذ خالد مشعل فضلا عن نائب رئيس البرلمان الأندونيسي وشخصيات أخرى مرموقة من إفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا لدينا ندوات ندوتين مهمتين ندوة عن مستجدات القضية الفلسطينية وندوة أخرى عن أدوار الأمة في دعم القضية الفلسطينية لدينا ثمن ورش كذلك تخصصية في مجالات مختلفة تهتم بالأسرة تهتم بالقدس تهتم برفع الحصار عن قطع غزة لدينا كذلك ملتقيات إقليمية تجمع الأقاليم كلنا على حدة من أجل تعزيز وتوطين العمل لفلسطين في هذه الأقاليم فضلا عن حفل فن ستؤمنه فرقة الوعد للفن الإسلامي التي هي ضيفة هذا المؤتمر وبالتالي هناك تنوع معتبر في فقالات البرنامج وهناك إن شاء الله أعمال مهمة سيخرج من مقتضاها مخرجات تخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية إن شاء الله طيب أنت ذكرت بعض الشخصيات نريد أن نذكر أكثر عن الشخصيات القادمة من دول آسيوية أو دول من أمريكا اللاتينية يعني كما أقول لك لدينا نائب رئيس البرلمان الأندونيسي سيكون حاضرا معنا لدينا أحد مبعوثي الأمم المتحدة السابقين وهو ياباني قد أسلم في الفترة الأخيرة وهو سول تاكهاشي وهو نائب المبعوث السابق لأمم المتحدة سيكون من شخصيات المرموقة لدينا مات تابو وزير الدفاع السابق الماليزي هذه علاقة من باب الذكر للحصر الحقيقة وبالتالي هناك شخصيات مرموقة جدا تشاركوا معنا من قرات العالم السبع وتمثيل مشاركة الدول يزيل عن آخ 50 دولة بهذا المؤتمر وبالتالي نحن نتحدث عن منصة تجمع الأمة بالفعل من مختلف الأجنات والأعراق والقرات خدمة للقضية الفلسطينية وتراوح بين الشخصيات الرسمية والشخصيات يعني الشعبية التي تشتغل بشكل مباشر مع شعوب المنطقة من أجل تحديدها في خدمة القضية الفلسطينية طيب لماذا اخترتم أستاذ زياد اسطنبول بالتحديد وفي كل مرة ليكون مكان تنفيذ هذا المؤتمر والله هو سؤال بقدر ما فيه من يعني بالفعل إلا أنه سؤال حقيقي للأسف اليوم اسطنبول هي المدينة التي تحتضن بفعل مثل هذه التظاهرات خدمة للقضية الفلسطينية ما هو معلوم عند الجميع أنه للأسف بقية عواصم العالم العربي والإسلامي في تفاعلها مع القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي مازال محدودا وبالتالي استقبال مؤتمر بهذا الحجم وتحضر فيه كل هذا النوع من الشخصيات فضلا عن البنقوسين الخطاب الذي يصدر منه تجاه الكيان وتجاه في خدمة في القضية يمثل إزعاجا يبدو لهذه العواصم لهذه الدول وبالتالي للأسف لم يبق لنا إلى التنبول لعقد هذا المؤتمر نكون نتمنى أنه نعقد مؤتمرنا في مكان آخر من العالم وأرض الإسلام واتع في كل مكان ولكن للأسف يعني حكامنا في هذه الدول للأسف يرفضون إلى حد الآن التفاعل الإيجابي مع هذه القضية بل أن بعضهم يكيدوا المكاعد لشعب فلسطين والقضية فلسطين وهو ما يمنعنا اليوم من أن نواسع دائرة يعني فعنا في المنطقة وهو الذي يمنعنا من أن نعقد مؤتمرنا في مكان آخر ولذلك كان عنوان النسخة السابقة القدس أمانة والتطبيع خيانة ليس كذلك؟ نعم نعم للأسف نحن كما تعرفون جيدا هذا 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 تمشي الخطير وهذا المسخ الذي أصاب السياسة الرسمية العربي والإسلامية وهو التطبيع فأغلق الباب في أكثر من منطقة على أن القضية الفلسطينية تبقى هي البوصلة المحددة يعني في علاقتنا مع هذا الكيانة اليوم التطبيع يعني يجتاح المنطقة ويجتاح الأنظمة الرسمية وهناك محاولة لطمس هوية القضية الفلسطينية هناك محاولة كذلك لاختراق وعي الشعوب العربي والإسلامية من خلال هذا الداء الداء التطبيع ولذلك بالفعل كان هذا الشعار في السنة الماضية وهو الشعار الحقيقة يتجدد لأنه إلى حد الآن نحن مازلنا نعيش التطبيع في أكثر من منطقة من دولنا وبالتالي نحن معنيين مواصلة يعني التصدي لهذه الآفة ومزيد محاصرتها حبل الناس الشعوب العربي والإسلامية وعيها عالي ورفضت التطبيع ويريد أن نقطع عنها حبل الأنظمة الرسمية ونزيد من حجم الضغط عليها من أجل أن تتراجع وتعرف جيدا أن هذا الخيار لا يخدمها وأنه يمش بشكل مباشر يعني أمن المنطقة ويهدد استقرارها باعتبار أنه هذا الكيان لا يأتي لمنطقتنا من أجل الأمن والسلام ومن أجل الرخاء وإنما من أجل تفسيط أوطان ونجل غرص الفتن داخلها ومن أجل الضرب وحفيتها المجتمعي وخصوصا بأنه في هذه المرحلة هناك يعني تربة خصبة ربما في بعض الدول للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي نعم هناك بعض الدول أصلا تقود هذا المسار تقوده وهي أحرص أحيانا من الكيانة عليه للأسف وتفرض حتى بين قوسين شروط بعض الدول التي تريد أن تقدم لها المساعدة نعيش مأساة في هذا الجانب وللأسف نحن في الوقت الذي كنا نتصور فيه أن الأنظمة العربية الإسلامية ستكون موحدة بدعمها للقضية الفلسطينية نجد أن بعضها ينحاز الكيان وينحاز السردية السهيونية ويغلب يعني مصالعه الضيقة على حساب مصالعهم وبالتالي نحن معنيين أنه نواصل جهدنا من أجل يعني محاصرة كما قلت هذه الأف من أجل إقناع هذه الأنظمة بأن هذا المسار الذي تتخذه مصار سيعود عليها بالوضال وسيعزز من عزلتها وسيضرب كما قلت وحدة دولها في مقتل ونحن أحرص ما يكون على وحدتها وعلى استقرارها وأمنها أكثر من أي طرف آخر ونحن معنيين أن نتعاون من أجل أن نتجاوز مثل هذه الآفة وغيرها من الآفات التي تريد أنها تعيد القضية الفلسطينية إلى آخر حلقة القطار ونريد أن نستمر في أن ندفع بالقضية الفلسطينية إلى محور الاهتمامات في الأمة وعلى المستوى الرسمي كذلك نهى بالأمين العام للإتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين الأستاذ زياد بومخلى شكرا لك على كل هذه التفاصيل ونتمنى لكم كل التوفيق في مؤتمركم وشكر أيضا موصول إليكم مشاهدين الكرام دمتم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة